بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني التعليم الفني الصناعي على قناتكم المفضلة في بيتنا مدرسة قناة التعليم الفني النهاردة حلقة الجدارات للصف الأول تخصص أعمال نجارة العمار تخصص نجارة العمارة لنا الشرف أننا بننتسب لسيدنا نوح عليه السلام إمام النجارين اللي ربنا أوحى له أن نصنع الفلكة بأعيننا ووحينا وقال كمان وحملناه على ذات ألواح ودسر الألواح اللي هي الخشب والدسر قيل عنها نياما سمير وتعشي هنبدأ النهاردة في تخصص أعمال نجارة العمارة مع في تخصص الجدارات لأعمال نجارة العمارة الصف الأول في الوحدة التالتة اللي بتختص بعمليات التشغيل الأساسية خدش ونقر ولسان هنتكلم النهاردة عن تعشيئة أو المخرج السابع رقم سابعة في المخرجات التعلم للوحدة تعشيئة نقر ولسان رأس سفلة مع قائم بس قبل ما نستعرض رأس السفلة مع القائم لازم نراجع شوية معلومات أهمها أن النجار لازم عشان يكون نجار ماهر وفني وتقني لازم يكون مالك المعارف ومالك المهارة عشان تتحقق الجدارة يبقى عشان أفتح ورشة نجارة أو عشان أكون ماهر في صنعتي لازم يكون عندي ثلاث حاجات أول حاجة يكون عندي موجود الخمات اللي احنا درسناها ويكون عندي العدد اليدوية والألات مش دول بس اللي كفاية لازم أتعلم المهارة اللي هتتحقق معاها الجدار طيب مراجعة بسيطة كده على موضوع الخمات الخمات منها خامة أساسية اللي هي الخشب ومنها خامات مساعدة زي الغراء والصنفرة والمسامية لو اتكلمنا عن الخشب الخشب أنواع كتيرة الخشب الطبيعي والخشب الصناعي الخشب الصناعي اللي هو الكنتر والأبلاكاش والمدف والخشب الحبيبي كل ده أخشب صناعي طيب أما ليه الخشب الطبيعي الخشب الطبيعي اللي بينتج عن الأشجار طيب الأشجار دي منها ما يزرع في مصر ومنها ما يزرع خارج مصر ما يزرع في مصر نقول عليها خشب محلي وما يزرع خارج مصر أو بنستورده بنقول عليها أخشاب مستوردة طيب نجارة العمارة بتعتمد على إيه بالضبط في أنواع الأخشاب دي هنعتمد على الأخشاب المستوردة طيب الأخشاب المحلية اللي هي إيه زي التوت والكفور والصنط والجزورين واللمون الأشجار اللي إحنا بنشوفها عندنا طيب أما لإيه الأشجار أو الأخشاب المحلية اللي بتنتج عن الأشجار اللي هي مزروعة في الغابات أهمها الخشب السويدي اللي بيقولوا عليه موسكي يعني ما تقول عليه سويدي يتقول عليه إيه موسكي وده هو اللي شائع لاستخدام في أعمال نجارة العمارة من الأخشاب الليينة لأن الخشب المستورد منه لين ومنه إيه صلب أخشاب لينة وإخشاب صلب طيب الأخشاب الصلبة زي إيه أيها صاحة كده زي الزان بنوعيه الأبيض والأحمر زي الأرو زي المهوجني زي الحور زي البلوت أنواع الأخشاب السنديان أخشاب الصلب بس الأخشاب دي تباهزة السمن فعشان كده ما بنستخدمهاش كتير الأخشاب الليينة الأخشاب الليينة الشائعات للاستخدام خشب السويدي أو الموسكي فيه ناس بتستخدم البياض بس هنا بقى الفرق هنا عندنا بنعلمك الجدارة والمهارة أن أنت إزاي تقدر تكون مطابق للمواصفات في شغلك في عملك لازم يكون شغلك أحسن من اللي بر طب إيه الفرق بينك وبين الشغل السوئي أنا شغلي هنا عمولة أنت شغلك أنت كطالب مش يا شباب شغلك هنا هيكون عمولة مطابق كله للمواصفات طب إزاي أتعلم الحاجات دي وأنا هنتك دلوقتي وحدات كاملة زي الشبابيك والأبواب لا أنا هتعلم الأول المهارة اللي هتخرجني أو هتعلمني وتأهلني إن أنا إزاي أطلع منتج زي الشباك أو زي الباب أو زي أي منتج من منتجات نجارة العمار طيب النهاردة هنتكلم عن مخرج مهم جدا اللي هو إزاي أعمل تعشيئة نقر ولسان دبل يعني هو لسان بس له متقطع لسانين ومعمول له رجبتين في رأس سفلة منقور فيها نقرين ومعمول فيها رجبتين مخرج التعلم اللي هو بالنسبة للرأس السفلة هنتصفح كده مع بعض ونشوف مخرج التعلم طبعا تنفيذ عمليات التشغيل الأساسية الصف الأول الترم الأول بتكلم عن إيه؟ تنفيذ عمليات الخدش والنقر واللسان تعشية خدش نص على نص في الوسط ده أول مخرج في مخرجات التعلم بالنسبة لعملات التشغيل الأساسية تاني مخرج تعشية خدش نص على نص في الوسط حرف ت تالت مخرج تنفيذ تعشية خدش نص على نص في الوسط أو في الزاوية حرف إيه؟ يبقى الأول أنه في الوسط والتاني في الزاوية رابع مخرج تنفيذ تعشية نقر واللسان عدل نافذ في الوسط رأس وسطة تعشية رأس وسطة المخرج الخامس تنفيذ تعشيئة نقر ولسان برجبة عدلة لرأس علي خلي بالكم بقى من اول مخرج رقم خمسة وده الشغل اللي هيستمر معايا في كل الصفوف سواء في الترم التاني او في الترم الاول والتاني سنة تانية والترم الاول والتاني سنة تالت تنفيذ تعشيئة نقر ولسان لرأس وسطى بفتاء من الجهتين وهنا يعرف يعني ايه فتاء؟ مخرج التعلم اللي احنا نقصده النهاردة وده موضوع حلقتنا تنفيذ تعشيئة نقر ولسان دبل يعني لسان برجبتين لسان برجبتين تكلمنا عن المتطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة المتطلبات السابقة لدراسة هذه الوحدة وحدة السلامة والصحة المهنية وحدة خامات ومعدات وادوات نجارة العمار لازم تكون ملم بالحاجتين طيب اول حاجة يتبع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية ده اللي مكتوب لك بقى في دليل الملاحظة ولازم تكون المعايير دي موجودة عندك تاني حاجة يعني ايه تتبع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية تقى على رجلك منقار ازميل سراء اي حاجة من العيدة تتقى على رجلك تتعورك فالسفتي هيحميك حاجة تانية لو انت شغال فيما بعد باستخدام الغراء مثلا هيحمي ملابسك ان هي تتبهدل او تتلف ممكن الخوزة ممكن ربما يكون لوح طويل ولا حاجة يكون مسنود على حيطة ولا هنا ممكن يقع على بدل ما يقع على دماغك يعورك فالخوزة بتحمي رأسك طيب بعد كده بنحدد المقاسات المطلوبة وفق الرسومات التنفيذية لازم نحدد الاول نرسم التمرين المطلوب احنا هنعوز ايه وبعد كده بنعمله المؤيس وبناء عليه بنحدد المقاسات المطلوبة وفق الرسومات التنفيذية بعد كده بنجهز وبنستخدم العدد والادوات والخامات اللي احنا جاهزناها بنجهز نجهز ونستخدم العدد والادوات والخامات اللازمة لتنفيذ التعشيق ما احنا قلنا لازم تكون الخامة مع العدة واحنا هنتعلم النهاردة المهارة عشان نطلع بالجدارة طب عمليات التنفيذ هنبدأ بايه؟ بعمليات التفصيل يعني ايه تفصيل؟ زي التارزي التارزي بيكون ماسك المزورة حوالين رقابته وبيقيس القماش وبيفصل القماش على قد ما هو عايز عايز يعمله قميص عايز يعمله جلابية عايز يعمله فستان عايز يعمله جيبة عايز يعمله بلوزة احنا برضو نفس الحكاية لازم نفصل الخشب على قد التمرين عشان الخشب غالي ومن هتضرش فيه بعد كده هنقطع التمرين لقطعتين نساوي او هنفصل التمرين نعمل قطعة للراس وقطعة للقائد دي لو هنقطع له حتة واحدة مقاس واحد عرض واحد سمك واحد هنقطع انما في حال التمرين النهاردة هيكون الراس اعرض من القايم يبقى دي قطعة وده قطعة وده قطاع وده قطاع بعد كده بنشرح موضع اللسان بالقطعة الاولى على خط الشنكار ولازم نسيب حاجة اسمها سواد العلاق خلصنا عملية الشرح بناخدش افقيا من الجهتين وبعد كده بنكتب تاني على اللسان نحدد بقى لسانين ورقبتين في الراس هنتكلم عن الكلام ده كله عملي فيما بعد دلوقتي حالا بعد ما نخلص مخرجات التعلم ومعايير الاداء اللي احنا المطلوبة هنتكلم عملي بالعدد والادوات والخمات بعد كده بنقسم باقي اللسان لجزئين كل جزء بتقسم على ثلاثة ينقر في القطعة التانية مكان اللسانين ويخدش الفتاء 45 درجة ثم يجمع حسب اصول الصناعة خلي بالك من كلمة حسب اصول الصناعة ديت اللي هي يعني لازم المعايير تكون مطابقة للمواصفات عشان الناس تشتري شغلك او عشان انت تقدر تسلم شغلك في موقع العمل مهمات الوقاية اللازمة لمخرج التعلم رقم سبعة ومهمات الوقاية ديت هتكون معاك في معظم التمارين هننقر في القطعة التانية مكان اللسانين ويخدش بالفتاء رقم 45 زي ما قلنا ويجمع حسب اصول الصناعة ونقول مهمات الوقاية اللازمة لو بصنا في الصورة اللي قدامنا هنلاقي زي ما قلنا بالضبط الافارول الافارول العمل الخوزة القفاز الحزاء او السفتي لازم دول يكونوا مهمين جدا لحميتك لازم يكونوا موجودين لازم يكونوا موجودين هتقول غاليين معلش بس دول هي هتستعملهم طول التلات سنوات باذن الله وعلشان تطلع جدير في المهنة وعشان تحافظ على نفسك من الاصابات لو بصنا هنلاقي في تجهيز العدد والادوات المستخدمة هنلاقي عدد وادوات يدوية عدد وادوات يدوية طب ليه يا استاذ انا او يا مصر ان انا مش بشتغلش على المكن او مش هشتغل على الماكينات والالات لا لسه احنا لسه بنتعلم مهارات الخدش والنقر واللسان حاجات خفيفة باستعمال العدد اليدوية والخامات البسيط طيب اجهز ايه عشان مخرج التعلم رقم سبعة اللي هو تعشيئة رأس سفلة بالسانين دبل ورقبت ايه اول حاجة زي ما قلنا هنفصل عملية التفصيل دي محتاجة ايه محتاجة متر قياس وقلم رصاص وزاوية قيمة وشنكار مفرد او شنكار مجوز الموجود وسرق تمساح وسحقة وسرق ظهر وهنعوز كمان منقار حسب تخانة القطعة اللي انا هنقر فيها طبعا التخانة لازم تكون واحدة سواء في القائم او في الراس تخانة لازم تكون واحدة متصفية مع بعضها التخانة اللي عندي هتبقى وهي غشيمة اتنين سنت ونص بعد عملية التفصيل وبعد ما صفناها مساحنا وصفينا الوجه وحرف وبعد كده صفينا الوجه والحرف الآخران هتصفى معايا على اتنين وعشرين ميلي تقريبا اقيس السمك المطلوب بالزبط عشان هعوزه بعد كده واقيس العرض المطلوب بالزبط بعد المسح والتصفية عشان هعوزه بعد كده هحتاج ازميل رفيع او عريض لازم يكون معايا ازميل ازميل ما بقدرش هستغنى عنه تعشية النقر لازم فيها المنقار اي تعشية تانية لازم تكون معاك الازميل في كل التعشية الدقماء اللي هدق بيه على المنقار عشان يفرغ دقماء خشبي او دقماء كاوتش طيب هو ده الامان للعدة طيب لو ما توفرش الدقماء هتطر ان انا استخدم الشاكوش بس الشاكوش ممكن يفتأ نصاب المنقار او الازمي طيب بعد كده هستخدم ايه هستخدم بقى الفرط اللي هي لو انا عايز اعمل مفحار يبا هجيب فارط المفحار لو عايز اعمل افريز هجيب فارط الافريز اللي بيسموها الجيون في نهاية الشغل خالص بعد ما نقرت ولسنت وفحارت وفحارت وعملت كمان حلية عايز اجمع جمعت هشطب شغلي لازم هشطب في نهاية الشغل خالص عشان اخلص شغلي لازم اشطبه اشطبه بايه اشربه اشربه اه من قولة التشريب يبقى فارة اسمها فارة التشريب وفرق كبير بين فارة التشريب وفارة اللقط فارة اللقط اللي استعملناها في عملية التفصيل لو فاكرين استعملنا فارة اللقط عشان تشيل الوبرة الخشنة اللي في الخشب وتسوي الخشب اكبر درجة ممكنة بعد كده هنستعمل فارة التشريب عشان تزبط على الزاوية القيمة العرض مع الحرف وتنعم الوشين والحرفين فارة التشريب هي دي نفسها اللي هستعملها فارة التشريب في تشطيب التمرين بحيث اننا لو النقر مرحل سنة او فيه ظهور للراس عن القيم هقدر اسوي اللي اتنين مع بعض يكونوا ماشيين مية واحدة مع بعض طيب الراس السفلة الراس السفلة هنعمل فيها ايه لسن ايه طب نشتغل عملي اه طب نشوف الكلام اللي احنا قلنا نظر ده نطبقه شوية طب نطبق اول حاجة بجهز القطعتين زي ما قلنا قطعة عريضة هعملها راس وسميها راس واكتب عليها رأس القطعة التانية ارفع شوية وهي هسميها قائن يبقى هنا اسمي دي راس وسمي دي ايه قائن اللي اتنين واحدة عالية عن التانية الراس اعرض انا بقول راس سفلة انما لو قلت راس وسطة او راس عليا يبقى اللي اتنين عرض واحد لان دايما الراس العليا نفس قطاع القائم الراس الوسطة احيان كتيرة بتكون نفس عرض القائم لكن ممكن لو هيتعمل فيها دوران او اشكال بنتطر نعملها اعرض شوية طيب هنعلم ازاي انا مسحت وصفيت فصلت ومسحت وصفيت ووصلت للمقاس اللي انا عايزه سواقف السمك سواقف السمك السمك ده اه او سواقف العرض العرض ده هنا وهنا في القطعة ايه اول حاجة اعمل ايه اول حاجة اعمل ايه ابص اقلب القطع اللي انا عايز اشتغل فيها ابص كده الوش الهو النضيف ايه اعتمدوا حاجة سميه شنكاشه يعني ايه شنكاشه خط متعرق خط متعرق يبقى دي اسمها ايه? شن كاشا. الحرف برضو الحرف دوت الحرف النضيف. اهو. يبقى دول اللي هيبقوا مريت الضلفة ومريت الشغل. بالنسبة لايه? للراس. القائم برضو هعمل نفس الحكاية. بص كده يبقى دهوت خط متعرج. يبقى دي اسمه ايه? ايه برافو. برافو يا شباب. اسمه ايه? شن كاشا. شن كاشا. برضو هنا في الناحية التانية هبص على الحرف. اهو الحرف ده نضيف. اعتمده شن كاشا. يبقى دي اول عملية هعملها عشان ابدأ عملية الكتابة. عملية الكتابة هنكتب بالقلم كده كلمات. لا اسمها عملية الكتابة والعلام. دايما تلاقي النجار حاطت القلم في ودنه. النجار دايما حاطت القلم في ودنه. ليه? عشان يكتب. وهم في ايده بقى المتر. متر القياس والزاوية القايم. عيدة بسيطة. بس بتطلع مخرجات هيلة. وشغل كتير هيفتح لك باب رزق ان شاء الله بعد التخرج? لان انت ليك تلات حاجات. يعني مهمة طالب التعليم الفني في منظومة الجدارات مهمة جميلة جدا. ده هو هيطلعك في تلات طرق. وكل الطرق احسن من بعد. طب ايه التلات طرق دول? الطريقة الاول? الطريقة الاول ان انت هتلتحق في شركات رجال الصناع. يعني انت هتكون خبير شغلة برا في الشركات اللي برا. طيب الحاجة التانية ان انا هكون جادر في مهنتي. لو انا مش عايز اشتغل عند حد. لأ انا هشتغل عند نفسي. هفتح ورشة صغيرة في بيتي. اقدر اطلع منها العديد والعديد من المشغولات. يبقى انا كده هقدر اكسب وافتح بيت برضو. طب الحاجة التالتة اللي كلنا بنحلم بها. والكل اوع حد يقلل من شأنك. تعليم الفني عندي رقم واحد. ليه? تعليم الفني قدامك كتير قوي. كليات. يعني انا ممكن ادخل من نجارة العمارة او من اقسام العمارة او من اي تخصص ثاني في التعليم الفني. الجامعة? اه طبعا. ده بقى اقل مجهود. وبقى اقل مذاكرة. وبدون دروس خصوصية نقدر نوصل للكليات. طيب نعمل ايه بقى? اذاكر واكتهد في المهنة واطلع جدير. ليه? عشان ما اطلع في الامتحان. اجيب اعلى درجة. وادخل في التنسيق بتاعي. ادخل الكلية اللي انا عايزها. يبقى ايه? جمعت المعارف والمهارات وطلعت جدير. فزت بتلات حاجات تانية. يعني دول التلات حاجات. فزت بهم بتلات حاجات تانية. الطريق الاول ان انا هروح مع رجال الصناعة في شركاتهم. وهاخد مرتب كويس. افتح بيه بيت. حاجات تانية ان انا هفتح عند انا ورشة في البيت او اقجر مكان صغير. اعمل في ورشة صغيرة على قدي اخلص فيها شغلي. مش شرط يكون في مكان? لا مش شرط. انه ممكن ااخد الخشب والخماد بتاعتي? اعملهم مكان في اي ورشة مكان برا? وهاجه جمعهم في ورشتي. وطلع انا شغلي من عندي باسمي. والناس تطلبني بالاسم كمان. وشطة بعمارات. مش شقق بس. ببانوا شبابيك. او ابواب وشبابيك. طب الحاجة التالتة اللي الكل بيحلم بيها اختي في السنوي. او اخويا في السنوي. هيتخرج? هيدخل الجامعة. تم انا هدخل الجامعة. انا مش اقل من حد. ده نيمكن احسن من ناس كتير. ان انا هطلع يدير في مهنة. وهيطلع عندي معارف ومهارات. وكمان هدخل كلية من الكليات. طيب نكمل بقى ازاي اقدر اكتب التمرين. التمرين حسب المؤيسة. انا رسمت التمرين الاول? اه. وعرفت مقاسه? كام في كام? ماشي. عملت له المؤيسة? تمام. طب يعني ايه مؤيسة? يعني احسب كمية الخشب المطلوبة للتمرين. اه ممدرس المعارف عرفها لي. ماشي. طب انت تقدر? نقدر نراجع بصورة بسيطة? اه. طب اعرف احسب مكعب الخشب ازاي? ما هو الخشب بتباع? بالمتر المكعب. او الحتة الصغيرة دي? هتتباع بالسنتمتر المكعب حسب تكعبها. طب احسبها ازاي? قال لي اضرب الطول. ايه سيطول? وليكن? عشرية. في العرض? خمسة. في السمك? اتنين ونص. اضرب الطول. في العرض. في السمك. يطلع لي ايه? يطلع لرقم. الرقم ده احسبه. باجزاء الملي متر. مكعب. خشب. او بالملي متر. مكعب خشب. على? يعني هو مشان كده اس مثلا. يعني حتة خشب طولها تلاتة متر مش هيها تبقى تلاتة متر. لا. التكعيب لازم تضرب تلاتة متر. في عرض مثلا عشرة سنتي. في السمك اتنين ونص. تضرب ديف ديف دي. الطول في العرض في السمك. يطلع لك رقم. الرقم ده هيطلع لك مسلا الاربع ارقام. حط الاربع ارقام. لو قلنا مسلا. هنضرب طول. في العرض. في السمك. يبقى عشان نحسب كمية الخشب بالمتر المكعب. او اجزاء المتر المكعب. اضرب ايه? الطول في العرض في السمك. العرض الطول في العرض في السمك. عشان اطلع حاجة اسمها الكمية. طب لو الطول عندي حتة طولها متر. والعرض بتاعها عشرة. والسمك بتاعها خمسة. اضرب معايا كده. برافو. طلع تلاتة صفار برا. اهم. واضرب واحد في خمسة بخمسة. طب دول كم رقم? اربع ارقام. اربع ارقام. لا. قال لي حط بعدهم صفرين وعلامة. طب نقرأ الرقم ده ازاي? قال لي العلامة ايه? واد الصفرين واد الخمسة. واد صف واد كمان صفرين. ادي ستة ارقام. يعني لازم اكمل ستة ارقام. الرقمين الاولينين ده هم بالسنتيمتر المكعب. رقمين الاولينين بعد العلامة ده ايه? بالسنتيمتر المكعب. هنا سنتيات? لا. هنا صفار برافو عليك. طيب الخانة اللي بعدها على طول رقم تلاتة من ناحية العلامة? رقم تلاتة من ناحية العلامة? اه صح كده. يبقى خمسة ميلي. خمسة ميلي. الخانة الرابعة من ناحية العلامة ده ايه? نقراها باجزاء الميلي. طب الخانة ديت ايه? اللي هي الفكة. اللي كان بقوله عليها مسلا الشلناتو بريز عشان لما تتجمد مع بعضها في مجمل. الكميات ممكن تجمد لي جنيه. فهنا برضو الميليات ديت او الحاجات اللي هي اه جزيئات الميلي هتتجمد مع بعضها تكمل لي ايه? ميلي. والميليات تتجمد مع بعضها لغاية ما توصل عشرة تكمل لي سنتي. والسنتيات تكمل مع بعضها لغاية ما توصل مية. مش حنا عارفين ان المتر فيه ميت سنتي برضو المتر المكعب فيه ميت سنتيمتر مكعب. طيب انا هشتري الخشب? اه. طب اشتري ازاي? ما انا ممكن اروح الوقتي اشتري قطعة خشب زي دي? يقولي عليها بخمسة جنيه. وهي ما تسواش خمسة ستة جنيه. ما انت جاي هنا عشان تتعلم. عشان ما حد اشي اضحك عليك. بقولك انت هتبقى جدير. ايوة الله. انت يا شباب هتبقوا احسن مننا كمان. مستقبلكو جاي. في منظومة الجدارات هتبقوا جادرين فعلا ان انتو تشيلوا مسئولية البلد الامن مصر. باذن الله. طيب نكمل مع بعض. جهزنا العدد والخمات. طب العدد من ضمن عدد وادوات القياس. ايوة ما احنا قلنا اهو الالم. وايه? والمتر. وايه? والشنكار. الم ومتر وشنكار وزاوي. الم ومتر وشنكار وزاوي. طيب الزاوية معايا هي والالم. بقس الاول. عايز انقر مكان الراس السفل. اهو. بسيب مكان ضفره صغير عشان يحميل النقر من التفلق. وليكن سنتي. باخد سنت اهو. الاول. اهو. خدنا الخط الاول. بجيب القطعة اللي انا هعملها راس واخدها علامها على ابوها على طول. يا اما انقل العلام بالسنتي والميلي. ما نقولتلك مش احنا فاكر لما قلتلك. نقيس العرض بالزبط. يعني مسلا ده اربع سنتي. اهو. صافي بالزبط خمسة سنتي وميلي. دي الراس. السفلة. طب القائم عندي صافي بالزبط. تلاتة سنتي وتسعة ميلي. هنا بالزبط قدامي. حسب المؤيسة اللي انت هتعملها نفذ. او حسب الشغل اللي قدامك نفذ. بس لازم تكون الراس السفلة اللي هتعمل فيها لسنين. برجبتين. اللي هو لسن دبل. برجبتين. لازم تكون اعرض من القائم. يعني لو القائم عندي سبعة سنت ونص. يبقى الراس اللي اعمل فيها الدبل كام? خمستاش او اتناشر ونص. عشان اعمل فيها لسنين برجبتين. عشان تديني المساحة الكافية ان انا اقدر انقر واقدر اللسن. وما يبقاش اللسان ضعيف. يبقى لازم يكون اللسان مطابق للمواصفات. يعني ما يرفعش وما يهويش. وما يتخنش عشان ما يفلقش. خلي بالك من المعلومات دي. طيب. هنعرف الكلام ده واحنا بنلسن واحنا بننقر. ان اللي خير الامور ايه? الواسط. خير الامور الواسط. علمنا اهو. بجيب الراس. وخليها مساوي اكني باخد خط اللي انا خدت الوقت ده. هنا. اكني باخده بالمسطرة. وامي مي الالم. خلي بالك. اوعى. اوعى تحط الالم واقف. لازم امي الالم. يكون سنه هو المواس او مساوي. يكون سن الالم. مساوي للسوكة اللي تحت بتاعت الراس. اشيل الالم? لا. افضل راكن بالالم. او راكز بالالم في مكانه. وظبط زويتي على سن الالم اهو. واخد العلام بتاعي. يبقى انا عندي كم خط دلوقتي? ادخط الرجبة. ودخط نهاية عرض الراس. طب هو قال لي التعشيئة اسمها ايه? تعشيئة نقر ولسان رأس سفلة مع قائم بلسان دبل ورجبتين. بفتاء خمسة واربعين. ايه الفتاء ده? الفتاء قال لازم يكون خمسة واربعين درجة. الفتاء ده ايه? عشان يجمع الراس مع القائم. طب فايدة الفتاء ايه? غير التجميع. عشان تقابل الحلايا لو انا عملت حلية في السوكة. هنا وهنا في القائم. والمفحار اللي في النص يمشي مع المفحار اللي في الرأس. والافريز لو عملته يمشي مع الافريز التاني اسمه كده ايه? تقابل الحلايا والمفاحير والافريز ما تنسوش بقى يبقى الفتاء اللي هو زاوية خمسة واربعين اللي انا هاخدوشها. بعد ما لسن هاخدوش خمسة واربعين بالسحقة. بعد ما لسن هاخدوش خمسة واربعين شوف ايه دي ميلة ايه? بزاوية خمسة واربعين. طيب. لازم دي فايدته ايه? عشان تقابل الحلايا والمفاحير والافريز ما انا ممكن اعمل انا كده كده لازم اخلص شغلي واعمل مفحار. المفحار ده ايه? هسقط في ايه? قبل كاش? هسقط فيه ازاز. هسقط فيه حشوة. او هعمل افريز عشان اسبت بيه السلك او اسبت بيه ازاز. بقى احدى طرق التثبيت اللي هنتكلم عليها فيما بعد. وكده كده لازم اعمل حلية في السوكة السبتة. يعني لو انا عملت افريز هعمل حلية في السوكة التانية. لو انا ما عملتش افريز يبقى اعمل الحلية في السوكتين. تمام? تمام. بعد كده قال لي طبعا لازم تحدد الاول المفحار. تحدد الاول اسف. تحدد الاول الفتاء. الفتاء ده بيكون سنتي. بس هنا في التعشقة الصغيرة ممكن اتغاضى شوية اعمله خمسة ميلي او سبعة ميلي. هاخد اهوت بالمتر اقيس الخمسة ميلي بتوعي او السبعة ميلي بتوعي هنحدد نحدد كام سبعة ماشي نحدد سبعة هو عشان التعشقة صغيرة ونركز بالقلم وناخد العلام بالزاوية. تعارف الخط ده واضح? اللي بقى المسافة التانية دي مسافة البقية من هنا لهنا يبقى انا عندك تلات خطوط الخط الاول اللي هو في اتجاه نهاية الراس اللي انا مش عايزه بعد كده اللي هو في نهاية اه طول الايم اللي انا مش عايزه هسميه ضفر لحماية النقر بعد كده خط اه خط عرض الراس ومن جواها من جواها مش من بره من جوا الخطوط بقى هشتغل ما عطش هو اطلع بره الخطين خالص من جوا الخطين هاخد خط الفتاء اللي احنا اتفقنا عليه كام اه صح كده سبعة ميلي بس هو في الاساس في المشغولات اللي بيبانوا الشبابيك نعمله كام عشرة ميلي اللي هو واحد صنط المسافة البقية دي من هنا لهنا هقسمها على اتنين هقسمها على كام على اتنين كل جزء من الاتنين هقسمه على تلاتة تاني هرسمها لكم هنا بصورة اوضح على الورق عشان تبان معي لو انا اعتبرت ان ده الحرف اللي انا شغال عليه لو انا اعتبرت ان ده الحرف اللي انا شغال عليه اللي هو المشان كاش اهو انا سبت الاول حاجة اسمها ايه الضفر اهو اللي هو الخط ده يبقى انا سبت ايه الضفر اهو ناخد الضفر بالزاوية اه اهو طب بعد كده قال لي خد عرض الراس عرض الراس اللي هي السفلة اللي انا اخدها اهو خدت عرض الراس وخدت نقطة اهو اساعة شوية عشان انت بان معاك اضي النقطة هي وهذا عرض الراس اخد منهم كام سبعة مل سبعة مل هيس بالمتر كده وايه السبعة ايه مل عشان التبرين صغي انما في التمارين الكبيرة زي اللي ببانوا الشبابيك نعمل ايه ايو برافو عشرة ميلي اللي هو واحد سنت وناخد خط بالزاوية بالزاوية او هتاخد بالمصارة انا بديلك انا بديلك شكل توضيحي على الورق لكن احنا بنعمل كل العلامة اللي انا اشتغلت بيه بالزاوية اوعى تستعمل مصارة ولازم تكون الزاوية مطابقة لحرف الخشب اللي انت شغال عليه ما تكونش مفتوحة كده ولا كده المسافة الباقية دي بقى نعمل فيها ايه المسافة الباقية دي اهو هقسها وقسمها على اتنين هقسمها على كم اتنين من هعمل لسانين ورقبتين هقسم الاول الجزء ده اللي هي الراس الصوف للدبل هقسم الجزء ده اهو من هنا الهنا على كم على اتنين وبعد كده الجزء اين هقسمهم كل جزء هقسمه على ايه اه على ثلاثة يبقى نقسم دي على جزء اين اهو وناخد علام بالزاوية دايما الرجبة تكون ناحية الضفر الرجبة لازم تكون ناحية الضفر هقسم كل جزء من دول على كم على ثلاثة يعني الجزء ده يتقسم على ثلاثة والجزء ده يتقسم على كم على ثلاثة برافو عليك اقس ده مشانه كنت اقسه اصلا وقسمته يعني ده مثلا الاستقامل هنا الهنا وليكن اتنشر سنط اتنشر سنط نصهم كم ايوه صح ستة سنط الستة سنط يعني دي ستة ودي ست الستة دي تلتها كم اقسم الستة على الثلاثة فهل كم برافو اتنين سنط احسن يا شباب اقس من ناحية الضفر اللي انا خدته كله هيبقى الركب ناحية ايه الضفر اقس من هنا كم بالمتر كده هو اقس كم اقس دل اتنين سنط يبقى الجزء اللي انا خدته ده هو نص الجزء اللي انا هسيبه وهو ما ياخد علام بالزاوي يبقى الجزء ده هو نص الجزء ده وهو ما جاي تاني هنا وهو ما ياخد التلت برضو من ناحية دي خلي بالك من ناحية الشمال من ناحية إراية الكتابة بتاع المتر أرقام المتر هي قدامك من ناحية الكتابة هي الشمال كتابة أكتوبة بالإنجليزي يبقى الكتابة ناحية الشمال وانتو سريه هوت خلي بالك يبقى احنا كل شغلنا هيبقى الركب ناحية ايه الشمال عشان ما تغلطش وتعمل الرجبة ناحية الفتاة اوع يبقى دي برضه هنعملها التلت والتلتين هل بقى لك من حتة التلت والتلتين اه يبقى دي نص دي دي نص دي يبقى انا كده خلصت علام اه خلصت علام عالحرف خلصت علام عالحرف بعد كده هحدد هحدد بالقلم والمتر هقيس السمك بتاعي ده هوت كام وهختار المنقار المناسب اللي انا هنقر به طب هو ايه الفرق بين المنقار والازميل هقول لك اهو المنقار له شكل والازميل له شكل تاني الازميل ده شكل الازميل شوف الشطف بتاعه صغية العرض بتاعه كبير جدا طب هو العرض بيبقى ثابت لا ده بيبدأ معايا العرض ده هو من 6 ملي هزميلة هو العرض بتاعه بيبدأ كده من 6 ملي 8 10 12 14 16 18 20 خلي بالك من كلمة 16 هرجع لك فيها تاني يبقى 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 27 32 لغاية ما اوصل لرقم 45 في ازميل 45 ملي يعني اربعة سنتو نص اه طب ايه الازميل ده ولا فيديته ايه ده هنستعمله ان شاء الله في سنة تانية في نقر ورق الملكات ورق الشيش النقر بتاعه وبنسميه في الحالة دي اسمه ازميل ورقة اللي هو على اسم ورقة الشيش اسمه ازميل ايه ورقة فاكر رقم 16 ايه وعا تنسي رقم 16 ده نهاية المنقار بس هابدأ برضو بالمنقار خلي بالك بقى شوف ده الازميل اهو وشكله عامل ازاي ده بقى المنقار فيه اختلاف اختلاف كبير كبير جدا طب ايه الاختلاف شفت سمك ده شفت سمك الازميل انما شفت سمك المنقار ده السمك بتاع المنقار اهو تخيل وكل ما تكبر فيه عرض المنقار ده العرض وده السمك كل ما تكبر في عرض المنقار كل ما السمك بتاعك يزيد كل ما تكبر في عرض المنقار كل ما السمك بتاع المنقار ايه يزيد المنقار بيبدأ بقى من كام من 6 وتمانية زيه زي الازميل اه بس الازميل اللي اسمه 6 منسان بيقولوا عليه ايه لينية في الورشة برة عند النجارين اللي برة بقولوا على اللينيا أو على الأزميل الستة بيسموها ايه؟ لينيا ستة تمانية عشرة المنقير ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر وقف يبقى المنقير هنوصل لغاية رقم كم بس؟ ستاشر الأزميل نوصل لغاية كم؟ خمسة واربعين صح كده برافو برافو عليك اللي هو اسمه ايه؟ خمسة واربعين الأزميل نوصل لخمسة واربعين لاسمه أزميل ايه؟ ورقة شاطر مش الورقة دي اللي احنا بنكتب فيها لأ اسمه أزميل ورقة نسبة لورقة ايه؟ الشيش اللي احنا هناخدها في التمارين بتاعة سنة تانية جدرات ان شاء الله لما نكبر شوية ونخلص الترمي الأول والترمي التانية نروح سنة تانية ما تستعجلوش هتتعلموا كل المهارات بس عايز منكو شوية تركيز وشوية فهم واستماع لمدرس المعارف وخلي بالك من حركة ايد مدرسك في الورشة عشان تتعلم صح ولو مش فاهم اسأله مرة واتنين كل المدرسين جادرين وهيسمعوا كلامكو ناس طيبين وبيعتبروكم أبنائكم أبنائهم بيعتبروكم أبنائهم لأنه انتوا فعلاً ولدنا ولازم تطلعوا أحسن مننا كلنا كنا طالبة زيكم في التعليم الصناعي بس هو سنة اهتمام هتطلع حاجة لنفسك والعيلتك والبلدك والوطنك ما احنا كلنا هدفنا سامي لخدمة ايه مصر طيب يبقى احنا عملنا اهو في الورقة بتاعتنا نحدد سمك المنقار اللي انا هشتغل بيه ايوة صح كده اتجاه المنقار اهو العرض بتاع المنقار هو اللي هيبقى على سمك التمريه اهو قد السمك اهو عرض المنقار اللي هو التمانية ملة المختار تمانية ملة عشان يتناسب مع القطعة دهية اللي سمكها كام اللي احنا قسناها وكتبناها اهو دي صفر واحد اتنين اتنين وعشرين ملي اتنين سنتي واتنين ملي ينفع اجيب ازميل ستاشر انقر بيه حتة زي دي طيب اطرح ستاشر من اتنين وعشرين ستة من اتنشر كام ستة واحد من اتنين كام صيف هيقسم لسه الباقي دي على كام على اتنين عشان اسيب شفة هنا وشفة هنا تبقى تلاتة ملي تنفع بالله عليك مش هينفع هتكسر معايا هتفلق التمرين هيبوز انا لازم يكون عندي حنكة ودراية وعقل اميز بيه القطعة دي زي المصمار ينفع تدق المصمار شيشة صغير بشاكوش تقيل هينزل على ايدك يا عوار لازم يكون في حاجة اسمها ايه نسبة وتناسب ايوا نسبة وتناسب هنا في السمك الصغير اجيب له برضو ايه منقار منقار يتناسب معاه اجيب له منقار ست اجيب له منقار تماني بس ما اجيبش منقار عشرة ليه؟ لان السمك مش هينفع اما لقيم تجيب منقار عشرة لو السمك زاد عن كده بقى بوصة وربع او بوصة ونص يمكن نجيب عشرة واثناشرة كل ما السمك يزيد طب لو هو اتنين بوصة عشان مثلا ايم شباك ولا ايم باب يعجيب الستاشر منقار الستاشر او الاربعتاشر ايه الموجود عندي هو انا لازم اتعلم النقر اليدوي؟ اه طبعا لازم تتعلم مال هتطلع ماهر في شغلتك ازاي؟ هتطلع جدير في مهنتك ازاي؟ انت نجار انت نجار هو في قديم الازل نقام سيدنا نوح وما بعده نقام سيدنا نوح عليه السلام وما بعده كان فيه مكينات؟ لا طب اقولك على حاج من خمسين سنة تقريبا كان فيه مكينات؟ لا ده هم بدأوا يخترعوا المكينات عشان تريح الصنايعي وتجهز له شغله لان كان الاول عشان يعمل باب او شباك يقعد يجيب الخشب كله ويه بفرط اللقط يشيل الوبرة كلها ويبدأ يسوي ويزبط من الوشين والحرفين وبعد كده يجيب فرط التشريب وينعم ويزبط بالزاوية القيمة عشان ما تنورش يشوفها كده ويبص لو منورة يبقى مش مظبوطة لو كده لغاية ما تطلع الحتة مظبوط شوف طول الايم بتاع الضالفة كام وهم كام ايم غير اوام الحال وغير الروس يبقى انت لازم تكون ماه طب يفرط الكعرابة قطعت وانت لازم تسلم شغلة لازم تعملها انت عندك العدد الهدوية ولما تعلمتش تنقر بالعدد الهدوية مش هتبقى مجاوة يبقى خدنا السمك اهو السمك ده اهو عملناه هنا على واسع شوية اهوة وانقيسه اثناء كام طلع كام اتنين وعشرين اخترنا له منقار كام ايوا صح كده تمانية ميل يبقى لما نطرح 22 نقص ثمانية تمانية من اتناشر اربعة ويتبقى كمان واحد الله اربعتاشر ميلي اربعتاشر ميلي مقسم اللي اربعتاشر على الاتنين يسوي كام سبعة ميلي سبعة ميلي هسيبهم شفة من هنا وسبعة ميلي شفة من هنا جميلة خالص هتحميلي النقر من التفلق مش هبوز التمرين اللي انا بقى اشتغل فيه يبقى نقص عالواقع هو ونشوف نقص كده ونحدد صفر واحد اتنين مثلا على الرسمة هو ثلاثة ونص خمسة وثلاثين انا هنقر بمنقار كام هنقر بمنقار طب معلش ماشا ناسف هحدد السمك واطرح منه سمك المنقار واحدد العلام بنقطة بسيطة واجيب حاجة اسمها الشنكار واخد من على الحرف بالشنكار ياخد الخط للاخر اهو لو انا خدت كده مثلا اهو بس الشنكار مش موجود معايا حالا فهتخيل ان انا معايا ايه الشنكار حددت ايه خطين الشنكار اللي هيمشي فيهم ايه النقر طب انا حددت يعني اسمت اهو يبقى الخط ده ثابت اللي هو هيحدد لي النقر والرجبة والنقر والرجبة والحتة دي اسمها ايه صح كده يا شباب اسمها ايه ضفرة الضفرة دي النسبة لإيه لضفرك لو صوابع ايدك او صوابع رجلك ما فيهاش ضفر صوابع ايدك مش هتقدر تمسك اي حاجة يبقى الضفر ده اللي ربنا خلقه لك عشان يحمي صوابعك وعشان تقدر تمسك بهم اي حاجة من غيرهم مش هتقدر برضو نفس الحكاية يبقى الضفر ده لإحماية ايدك هنا برضو الضفر هنا لإحماية التعشيقة من التفلق الضفر الضفر عملنا قسمنا بعد كده يبقى خدنا خط الضفر ويه خدنا خط عرض الراس بعد كده قسمنا العرض لاتنين مراجعة تانا هو وقسمنا كل قطعة كل جزء من اللي اتنين دول قسمناها على تلاتة تلت رجبة وتلتين ايه نقر زي ما قلنا يطلع على ستة سنتي مسلا يبقى تنين سنتي رجبة واربعة سنتي صح كده نقر يبقى هنا نحط كم اهه اتنين هنا نحط كم صح اربع تلت تلت رجبة وتلتين ايه نار طب ننفذ هنا على الخشب اهو نقيس ايه ده عرض الراس انا دايما بحب بقيس من عند صفر اي رقم اللي هو رقم عشرة مثلا وليكن وبقيس من جنبه من علي بالظبط ادي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة تقريبا اربعة واربعين اه ملي نصهم كام اتنين وعشرين صفر ايه هو يعني اديه على التمرين عشانه قدامي صغير خلاص وباخد نقطة بالقلم وبعد كده اخدها بايه بالزاوية لازم تكون الزاوية مخدمة ما بتتحركش تكون مخدمة يبقى انا قسمت هنا اده اده خط اهو خط اهو ده خط الفتاء صح كده خمسة واربعين يبقى قسمت ده جزء وده ايه جزء تاني كل جزء من دول هقسمه على كام على تلاتة يبقى اهو زي ما احنا قلنا التلت رجبة من ناحية خط الضفر والتلتين نقر يبقى هنا خط النص ارجع تاني من جنب خط النص اخد التلت رجبة والتلتين نقر زي ما عملنا هنا فين في الرسم كنقصنا كام اه 22 طب التلت بتاعهم لو قسمنا 22 على التلاتة فالكام فالسبعة نقول سبعة تلاتة في سبعة واحد وعشرين مش هتفرق معنا في ميلي يبقى اهو اده سبعة ميلي من هنا ونسيب المسافة الباقي واده سبعة ميلي كمان من هنا ونسيب المسافة الباقي وناخد العالم بتاعنا بايه بالزاوية القايم اهو اخل نصاب الزاوية راكز على اطول حتة في القطعة بتاعتي اللي انا هشتغل فيه ادي النقطة بتاعتها اهيه اركز فال اول بالقلم الرصاص اهو راكز اهو واجيب الزاوية هي اللي تروح للقلم بالراحة عشان ما تقصفوش واخد الخط بتاعي يبقى نفس الخطوط اللي انا خدتها هنا اهيه عده خط الضفر خط الضفر خط الرجبة خط الرجبة تلت وتلتين خط نص التعشيقة خط نص التعشيقة اهو بعد كده خط من جنبه ايه التلت اللي هو رجبة بعد كده ايه نهاية خط الفتاة بعد كده نهاية خط عرض الرأس جميل جميل طب هتقول لي يا مستر مفيش عندي خشب او الخشب يبقى مكلف لو انا عايز اتعلم جدارة مش هكتفي ان انا هتعلم في ورشة المدرسة او في التخصص عندي في المدرسة تنصحني بايه اقولك انصحك ان انا شفت انت الفل اللي ببقى موجود شفت الفل اللي موجود فيه اه الاجهزة الكهربية هاتو وتعلم عليه عملية الكتابة شوف لك زاوية صغيرة وقلم وحاول ان انت تتعلم عليه يبقى عنها كده باختصار تعشيئة نقر ولسان رأس سفلة مع قائم دبل بلسانين ورقبتين الجدارة المطلوبة ان انا ازاي افرغ موضع النقر وموضع الركب وازاي ان انا اهيئ اللسان للتعشيئ طيب انا عملت تعشيئة سريعة عشان اوريها لحضراتكم يا شباب اذا النقر اللي احنا اتفقنا عليه ادي العلام اللي احنا قلنا اهو ادي خط الضفر ودي التلت بتاع الرجبة خط الضفر تلت الرجبة ادي التلتين بتاع النقر ادي خط النص بتاع عرض التمرين اللي هو عرض الراس اهو بعد كده خط تلت للرجبة بعد كده خط ايه تلتين للنقر واده خط ايه الفتاء واده خط عرض الراس انا عملت العلام ده للخلف عشان اورهه لكم كشكل توضيحي. كشكل توضيحي. لكن انا اشتغلت من النحية التانية. طب اشتغلت ازاي? من لازم اوشح العلام. توشيح العلام يعني انقل العلام بالزاوية في خطة هنزل للنص في خطة يوصل معايا عشان الف العلام داير داير حوالينا العرض والسمك بتاع التمرين عشان اقدر اكمل التعشية. اهو بناء علي. عملت ربط اللسان او الراس في فتيلة البنك وشرحت بسراء التمساح او بالساحة او بسراء الظهر مع تبقية سواد العلام. خلي بالك فلنقرف اللسان لازم تبقي حاجة اسمها سواد العلام. سواد العلام اه هنا وهنا وبعد كده انيمها بالاستعانة بخدام البنك او بيقولوا عليه في السوق حمار البنك اه مسمى علمي اه مسمى علمي. حمار البنك او خدام البنك اللي هو بيسند لك على البنك بحيس ان انت متصمرش كتير في البنك قطعة خشب. لا هو قطعة معمولة متصمر فيها قطعة من هنا كده مثلا. ومتصمر منها قطعة من هنا. وبتحطها بحيس ان انت تقدر تسند عليها شغلك وتقدر تخدش او تنفذ اي حاجة بالازميل او بالساحة او بالعدد والادوات اليدوية. انا مبسوط جدا ان انا معاكم. وان شاء الله هنكمل مع بعض اه في مخرجات كتير. وهن استخدم العدد والادوات والخمات عشان نطلع منتجات جميلة جدا تنفعك وتنفع قصرتك وتنفع بلدك وتنفع وطنك. شباب بحبكو جدا وان شاء الله في انتظاركم في حلقات اخرى باذن الله.